اهلا بكم البداية مع العنوين اليوم الثالث من جولة لودريان الاجوبة على الاسئلة قد تتأخر لقاء الموفد الفرنسي مع باسيل صفحة رئاسية طويت ومرحلة جديدة بدأت من الزاوية الدستورية شكرا شبه استحالة في وصول قائد الجيش النازحون السوريون أكثر من نصف سكان لبنان الرقم مرعب والتلكء مستمر باسيل يحذر مقاتي أكبر متواطئ في ملف النزوح أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى وتنشر لاحقا مع سائر أخبارنا عبر موقع otv.com.lb وقناة otv على يوتيوب وحساباتنا على مواقع تواصل تويتر فيسبوك انستغرام وتيك توك لا تزال جولة جون إيف لودريان في يومها الثالث والأخير الشغل الشاغل للسياسيين والمحللين على رغم خلوها من أي موقف حاسم من مصير الاستحقاق الرئاسي أما الناس فشغلهم الشاغل في مكان آخر بين الهموم المعيشية من جهة والأمل في تمضيط صيف خال من التوترات السياسية والأمنية وطبعا النقدية والمالية من جهة أخرى في ضوء الانهيار الاقتصادي المستمر بلا أي أفق للحل وعلى وقع العد التنازلي لأيام رياض سليمي على رأس حاكمية مصر في لبنان هل من نتيجة للقاءات لودريان؟ الجواب الشافي سيتأخر على هذا السؤال ويرجح أن ينتظر أياما بعد انتهاء الزيارة التي يبدو أنها لن تكون الأخيرة بل ستفتح الطريق أمام زيارات أخرى بهدف بلورة مبادرة جديدة أول بوادرها نقاش حول حوار برعاية فرنسية واستمزاج للأراء حول اعتباره ممهدا للاستحقاق الرئاسي أم نتيجة له في قدون ذلك توقفت أوساط سياسية عند تفاصيل اللقاء الذي جمع موفد الرئيس الفرنسي مع رئيس التيار الوطني الحر أمس والذي دام ساعة وربع الساعة سمع في خلاله رئيس التيار من لودريان أنه في ضوء أزمة الرئاسة بواقعها المستجد لابد من البحث عن حلول جديدة وأن مرحلة طويت ومرحلة جديدة بدأت وأن فرنسا لا تملك حلولا معلبة ولا أجوبة مسبقة وتقاطعت وجهة نظر باسيل مع رأي لودريان بأن الرئيس اللبناني المنتظر لا يمكن أن يكون إلا نتاج حوار لبناني لبناني وشرح رئيس التيار وجهة نظره التي تقوم على ضرورة التحاور بين جميع المكونات للتوافق على اسم الرئيس وعلى الخطوط العريضة لبرنامج تنافذه الحكومة الجديدة والذي على أساسه يتم طلب الدعم الخارجي وشرح باسيل للمفد الفرنسي أن الرئيس الجديد لا يمكن أن ينجح ما لم يحظى بدعم داخلي واسع إن لم يكن شاملا بدليل ما جرى في عهد الرئيس ميشيل عون نتيجة مواقف قوى فاعلة في الدولة عارضت وصوله من الأساس وتواعدت بإفشاله غير أن البداية من الناحية الدستورية وتحديدا المرتبطة بترشيح قائد الجيش ننسي صعب والتفاصيل منذ لحظة الشغور الأولى طرح سمير جعجع اسم قائد الجيش للرئاسة مخالفا رأيه من ترئيس العسكريين وطيلة الأشهر الثمانية لم يخرج اسم العماد جوزيف عون من السباق الرئاسي تارة كمرشح طبيعي وطورا كمرشح ثالث يخرق جبهتي فرنجي أزعور لكن المفارقة أن داعميه قبل رافضيه جازمون لناحية استحالة انتخابه خارج تعديل الدستور ما يفوت البعض أن مثل هذا التعديل بالظروف الدستورية الحالية غير ممكن لبل مستحيل فانتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية يقتد تعديل المادة 49 من الدستور التي تقارب وضع موظفي الفئة الأولى وإذا كان انتخاب العماد جوزيف عون غير ممكن من دول تعديل دستوري أثناء أدائه لوظيفته فإن المراهنين على إمكانية انتخابه من دون تعديل بعد إحالته على التقاعد نهاية العام الحالي يواجهون حقيقة وحيدة أن التعديل الدستوري واجب حتى بعد تقاعده وإلا فعليه انتظار سنتين قبل الترشح إذ وبحسب المادة 49 لا يجوز انتخاب القضاط وموظفي الفئة الأولى مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين التي تليان تاريخ استقالتهم أو انقطاعهم الفعلي عن الوظيفة أو تقاعدهم كان يمكن للتعديل أن يكون جائزا في حالة من اثنتين وجود رئيس للجمهورية في سدة الرئاسة يقترح التعديل حيث تعطيه المادة 76 صلاحيته اللصيقة بشخصه لناحية إمكانية إعادة النظر بالدستور بناء على اقتراحه ووجود حكومة أصيلة كاملة صلاحيات تقدم مشروع القانون حيث تحصل المادة 65 من الدستور صلاحية الحكومة بإعداد مشروع التعديل بناء على اقتراح رئيس الجمهورية لرفعه بأكثرية ثلثي أعضائها إلى المجلس النيابي خلفا للقوانين العادية التي تعطي مجلس النواب صلاحية اقتراحها والأهم أن مجلس الوزراء في ظل حكومة أصيلة أو مستقيلة لا يمكن أن يحل مكان رئيس الجمهورية في هذه الصلاحية لأن رئيس الجمهورية هو المؤتمن على الدستور وهو الذي أقصم يمين الإخلاص للأمة واحترام دستورها فضلا عن أن تعديل الدستور لا يتعلق بتسير مرفق مجلس الوزراء حتى تنتقل الصلاحية إليه بالوكالة بل هي صلاحية لصيقة بشخص الرئيس فكيف بالحري إذا كانت الحكومة في حالة تصريف الأعمال حيث يخرج تعديل الدستور عن مفهوم تصريف الأعمال على المجلس النيابي بعد تسلمه مشروع التعديل من الحكومة أن يناقشه حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر بمجاب المادة 78 من الدستور وبأكثرية 86 نائبا نصابا وتصويتا على ما جاء في المادة 79 إلا أن الدستور أنطى بمجلس النواب في المادة 77 صلاحية طرح التعديل الدستوري بمجاب اقتراح موقع من عشر نواب لكنه اشترط أن يأتي الاقتراح خلال عقد عادي لمجلس النواب المنعقد حاليا بعقد استثنائي لكن حتى هذه الألية تحتاج إلى وجود حكومة كاملة الصلاحيات فالمادة 77 واضحة لجهة أن مجلس النواب يحدد في اقتراحه المواد والمسائل فيبلغ رئيس المجلس الحكومة بهذا الاقتراح لتضع الحكومة مشروع قانون بشأنه وتصويت عليه بأكثرية الثلثين قبل إحالته إلى المجلس النيابي وهو أمر مستحيل في ظل حكومة مستقيلة يقطع الواقع اللبناني إذن طريق أي تعديل دستوري ما يبقي سبيلاً وحيداً لتأمين انتقال قائد الجيش من اليرز إلى بعبدة وهو تكرار تجربة 2008 حيث انتخب العماد ميشيل سليمان يومها رئيساً للجمهورية من دون تعديل دستوري بعد اتفاق الدوحة إلا أن هذا الاحتمال يبدو بعيداً إلى الآن وسط تشديد رئيس مجلس النواب على أنه لن يقبل بتكرار تجربة 2008 بالإضافة إلى واقع أساسي يختصر بعدم وجود تأييد 86 نائباً على الأقل لقائد الجيش فهل يشطب دوحة آخر كل هذه الوقائع؟ ومعها دستور لبنان؟ لبل نظامه؟ في يومها الثالث ماذا في محطات زيارة الموفد الفرنسي جونيف لودريان؟ التفاصيل مع الزميلة سينتيا مين سينتيا يعطيك العافي ماذا في تفاصيل هذا اليوم من زيارة لودريان لبيروت؟ الله يعافيك جريس مساء الخير إليك ولك المشاهدي الأوتي في نعم استهل الموفد الفرنسي جونيف لودريان اليوم الثالث وهو اليوم الأخير من لقاءاته به عدد من الأطراف السياسية وغيرها يلي التقاهن ولكن اليوم هيدا الانهار يلي هو انهار الثالث لهيدا اللقاءات والجولة يلي عم يقوم فيها جونيف لودريان كان سبقوا يومين من اللقاءات على أنه تنتهي هذه الزيارة اليوم وغدا سيغادر ولكن كان أشار أنه هيدا الزيارة لن تكون الوحيدة إنما رح يكون فيه له زيارات أخرى حسب المعلومات التي تشير بأنه ممكن أن تكون الزيارة الثانية بشهر تموز ولكن اليوم باليوم الثالث لهذه الجولة التقى جونيف لودريان رئيس حركة الاستقلال مشاهل معوات كما التقى من كتلة التجدد أيضا فؤاد مخزومة وأشرف ريفة فيما اعتذر النائب أديب عبد المسيح عن الحضور بداعي السفر كما أنه التقى جونيف لودريان رئيس حزب الكتائب سامي الجميل والنائبين نديم الجميل وسليم الصايغ والتقى بعض من نواب قوى التغيير وهن إبراهيم مني مني حليما قاكور مشاهل دويه بولا يعوبيان والضاح الصادق وياسين ياسين مع الإشارة بأنه بعض من نواب قوى التغيير تغيبوا عن هذا اللقاء لأنه مات موجهت لقلهم الدعوة ومنهم النائبين نجاة صليبة وملحم خلف كمان كان التقى في مستهل هذا النهار جونيف لودريان رئيس الحزب الاشتراكي المستقيل وليد جنبلاط ونجلو تيمور جنبلاط والتقى قائد الجيش العماد جوزيف عون بمكتبه باليرزي كما أنه التقى كتلة الأتدال وكتلة التوافق الوطنية اللي بمثلها فيصل كرامي أبرز التعليقات على هذه اللقاءات يلي حصلت اليوم مع جونيف لودريان كانت من وليد جنبلاط يلي قال أنه هذا اللقاء ودي وصريح كما أنه رئيس حزب الكتائب سامي جميل غرد عبر حسابه على تويتر وقال أنه اللقاء صريح كان مع الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي جونيف لودريان عرضنا خلاله مقاربة الكتائب للملف الرئاسي كما تقدمنا بخارطة الطريق مكتوبة لحل مبنى على استعادة الدولة لا سيادتها ورفع الوصائي المفروض عليها وإجراء الإصلاحات المطلوبة لأخراج الشعب اللبناني من عمق الأزمة أما ميشيل معواض أبرز ما قاله بخلال هذا اللقاء كمان قال بتغريدي لقاله أنه انطلاقاً من المعطيات المتوافرة بالاستحاء الرئاسي والتي أفضت لقبول المعارضة بمرشح طلاق وسطي عرضتوا على الجانب الفرنسي خريط الطريق للحل تنطلق من حث الجميع على احترام الدستور والقاليات الديمقراطية والذهب فوراً للمجلس النيابي والتصويت بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بدنا نذكر أنه كان سبق بيومين كمان حصل عديد من اللقاءات جامعة جون إيف لدريان برئيس مجلس نويب اليوم الأول نبيه بره وأيضاً باليوم الثاني التقى كل من رئيس حكومة التصنيف العامل نجيب ميقاتي والبترك الراعي ورئيس حزب القوات اللبنانية سامير جاجع بمعراب كما التقى رئيس التيار الوطن الحرق النائب جبران باسير بالبياضة والتقى فرنجية المرشح الرئاسي بأسر السنوبر كما التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد وختم نهار أمس بلقاء زياد بارود كان التقى بشكل ثنائي ثم دعا على العشاء بحضور شخصيات أخرى كمان بدني ذكر أنه مصادر الوتيفية كانت تواصلت مع بعض من ويب قوى التغيير يلي اليوم كانوا موجودين باللقاء نسألهم عن جو هذا اللقاء وكان الجواب أنه كان لقاء جيد الأجواء كانت إيجابية كما أنه عرضوا خارطة طريق للحل بالاستحاء الرئاسي وخارطة طريق إصلاحية وأكدوا على رفض فرض أي اسم والدخول بالمحاصصة في هذا الملف كما أنه قدموا المبادرة قوى التغيير بشكل مكتوب للموفد الفرنسي وقام النائب ياسين ياسين بتقديم كمان بشكل مكتوب رؤية حول هذا الاستحقاق كمان للموفد الفرنسي وسألناهم عن عدم توجيه دعوة لبعض من نواب قوى التغيير قالوا أنه بيستغربوا هذا الأمر وما كانوا على علم فيه كمان بدي شير أخيراً أنه معلومات الأو تي في بتأكد أنه صباحاً كان فيه إفطار بأسر السنوبر جمع جان إيف لودريان مع عدد من السفراء المعنيين بالملف اللبناني وأخيراً يعني بنهاية هذه الجولة واللقاءات التي عقدها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مع عدد من الأطراف اللبنانية والسياسية صحيح تضاربت المعلومات عن أجواء هذا اللقاء إلا أنه المؤكد أنه كان جان إيف لودريان عم يطرح موضوع الحوار الوطني وعم يستمزج الأراء حول هل بفضله عقد هذا الحوار قبل أو بعد الاستحاء الرئاسي على أنه ما يكون فقط موضوع الاستحاء الرئاسي هو موضوع الحوار إنما يكون فيه مواضيع أخرى وملفات أخرى مثل الملف الاقتصادي وغيره فأذن هذه كانت أبرز معطيات جولة جان إيف لودريان خلال هالثلاثة أيام يلي أيضاً رح يغادر غداً على أنه يعود في جولة أخرى شكراً لك يا زميلة سنتي يمين على هذه التفاصيل وزير سابق يقر بأن مسعاه الرئاسي صعب جداً في أسرار اليوم جددت أوصات سياسية التأكيد أن الصناء ليس بوارد التخلي عن ترشيح فرنجية على عكس التسريبات الإعلامية يلي أوحت بغير ذلك بالأيام الماضية عادت نغمة التخلي لتشكل محور مقالات أقليم معروفة بعد تهدئة مرحلية إثر جلسة 14 حزيران أكد وزير سابق أنه مسعاه الحوارة بين جهتين أساسيتين معنيتين بالاستحاء الرئاسي صعب جداً بالأرقام كيف يتحول النازحون السوريون إلى شعب بديل مليونان و93 ألف نازح سوري يشكلون 50% من عدد سكان لبنان عنوان قد يعتبره البعض مبالغة أو تطقيماً لكنه واقع حقيقي وتكفي قراءة خريطة توزع هذا العدد من النازحين على البلدات والقرى اللبنانية لتبيان خطورته خطورة وأن أنكرتها الدول المانحة أو خففت من عواقبها متلطية بتهمة العنصرية فإنها تظهرت منذ البداية من خلال خريطة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والتي حملها معه الرئيس العماد ميشيل عون إلى الأمم المتحدة في العام 2018 لم تحرك الخريطة الأممية ضمائر المجتمع الدولي إلى اليوم لكنها خريطة تجد ترجمتها بشرياً على أرض الواقع وهو ما عبرت عنه مقارنة بسيطة بين أرقام المقترعين اللبنانيين والنازحين السوريين في الأقضية حيث قاربت أعداد النازحين أعداد المقترعين في غالبيتها وتخططها في بعضها حتى أن نسبة النازحين تخطط عملياً نسبة المقترعين من ناخبي الأقضية التي بلغت 49.19% ما يعني أن نسبة النازحين تبلغ 50.8% أي أن الشعب البديل بات جاهزاً في جولة من العريضة إلى رأس النقورة على أبرز الأقضية يتبين أن عدد المقترعين في عكار بلغ 156.312 في مقابل 183.478 نازحاً سورياً في طرابلس بلغ عدد المقترعين 103.519 بينما عدد النازحين تخطاه إلى ما يقارب 140 ألفاً ما ينطبق على طرابلس ينطبق على البترون أيضاً حيث يبلغ النازحون حوالي 40 ألف بينما عدد المقترعين هو 30.500 في الكورة 30.665 مقترعاً ويقترب منه عدد النازحين مع 26 ألف سورياً في صغرطة نجح النازحون بتخطي عدد المقترعين مع 41.500 نازح تقريباً مقابل 40.170 مقترعاً الأرقام تتحول أكثر من مقلقة إلى مرعبة في محافظة جبل لبنان وتحديداً في الدوائر الثانية والثالثة والرابعة حيث تخطت أعداد النازحين أعداد المقترعين لبل بلغت ضعفهم في بعض الأقضية ففي المدن الشمالي 154.767 نازحاً في مقابل 95.687 مقترعاً وفي بعبدة 126.092 نازحاً في مقابل 87.423 مقترعاً في الشوف 185.170 نازحاً في مقابل 133.824 مقترعاً وفي علي 98.933 نازحاً في مقابل 71.693 مقترعاً هكذا الوضع في زحلة مع 111.577 نازحاً في مقابل 96.056 مقترعاً لكن أخطر المعادلات في البقاع الغربي رشية حيث يبلغ عدد النازحين 146.700 نازحاً بينما لم يصل عدد المقترعين إلى 70.000 وهكذا أيضاً في بعلبك الهرمل مع 315.583 نازحاً في مقابل 197.934 مقترعاً والمأساة نفسها تتكرر في صيدة مع حوالي 80.000 نازحاً في مقابل 33.219 مقترعاً إنها العنصرية فعلاً بالأرقام لكنها عنصرية أممية تمارس على الشعب اللبناني صاحب الأرض والهوية وهو يتحول مع المد النازح شعباً لاجئاً على أرضه فهل ستكون أي انتفاضة لبنانية حتمية على السياسات الدولية في ملف نزوح السوري جريمة أم أنها الحق المطلق التداعية كارثية ووجرية لكن الموضوع ليس طائفياً وعلى الحكومة تطبيق القوانين بدلاً من التقاعص والانسياع للإرادة الدولية مواقف النائب جبران باسيل من النزوح في تقرير ماريا يمين في ظل التقاعص الدولي والانسياع الداخلي ينفرد التيار الوطني الحر بالعمل الجدي لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم خصوصاً أن لبنان الأول في العالم من حيث كثافة النزوح ومن حيث هجرة أبنائه يقبع تحت أعباء مالية واجتماعية واقتصادية باهظة تهدد وجوده وكيانه رئيس التيار الوطني الحر فندى خلال مؤتمر تأثير وتداعيات النزوح السوري في قضاء جبال أسباب المأساة الكبيرة التي يعانيها لبنان محملاً المسئولية بالدرجة الأولى إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المسئولية الأولى الأولى تقع على الحكومة اللبنانية يلي من سنة 2011 بشخص رئيسها بوقته نجيب ميقاتي لسنة 2023 بشخص رئيسها اليوم يلي هو نفسه نجيب ميقاتي هي أكبر متواطئ على لبنان واللبنانيين بأبقاء السوريين بلبنان لأنه هن منصاعين انصياع كامل للإرادة الخارجية وما بيعملوا إلا بينفزوها بس بيحكوا يبددوا بس عند الناس يخلقوا حالة طياء انه اف والله اليوم حكم نيح طب حكم نيح شو عمل ولا شي باسيل ذكر بأن 450 ألف نازح سوري عادوا إلى بلادهم في عهد الرئيس ميشيل عون لكن أحدا لا يتحدثوا عن الموضوع مشيرا إلى أن عدد النازحين ارتفع من مليون وستمائة ألف إلى أكثر من مليونين نتيجة الزيادة الهائلة في الولادات السورية رحنا صرنا نركض تنسجل الولادات السورية وصاروا يكيلوا فينا الاتهمات على كل شي كل شي بتعرفوه مش لأنه فيها بعض نظر لأنه فيها أبسط المبادئ القانونية بيجمع العائلات مع بعضها البعض اليوم منتطلع منشوف أنه لما فيه 800 ألف سوري بهالأعمار تحت الخمس وعشرين سنة ولما منتشوف التأدير أنه هو 50 ألف ولادة بالسنة نعرف أنه هيدا أزمة لحتتفائم قد ما رجع سوريين بطريقة متقطعة أو مشتزعة باسيل ذكر أيضا بالمذكرة الموقعة مع الـ يوم كان وزيرا للخارجية والتي تقضي بتسليم الداتا إلى الدولة اللبنانية المفاجأة جاءت في رفض المفواضية تسليم الداتا للأمن العام بذريعة علاقته الجيدة بالنظام السوري مفضلة تسليمها لوزارة الشؤون الاجتماعية لأن الوزير يومها لم يكن على علاقة جيدة بالنظام السوري إلا أن تسليم الداتا يومها تم مرمزا ولم يسمح للدولة اللبنانية بالاطلاع على كامل المعلومات المطلوبة أما اليوم حذروا شو شرطهم تا يسلموا الداتا للدولة اللبنانية تسع شروط واحد منهم أعطاء إقامة لكل الناس حين السوريين في لبنان خيلوا دولة بتحترم حالة بتقبل ينحط عليها هيك شرط وبتسكت وما بتاخد إجراءات بحق الـ يلي هو منظمة دولية بس نحن ما قلنا معه اتفاقية ولا نحن موقعين على اتفاقية جونيف الـ 1951 يلي بتلزمنا بالتعاون معه هيدا صار مش سكوت هيدا صار تقصير وتواطئ نوصل نتيجة هالتقاعص يلي ما له حل طالما فيه رئيس حكومة من هالمستوى أو مسؤولين تانيين حكوميين بملفات تانية معنيتا ما في حل لأنه نحن ما عنا قد ما حكينا هي الحكي ما بيأثر فيهم بيأثر فيهم الكاردوكريدي إذا إجا مش سفير إذا إجا موظف صغير بس بعط له مساج لرئيس الحكومة فيه رقم الكاردوكريدي تابعه يجي بالأرض ما نغش حالنا أنه نحن عنا قدر التأثير بكلمنا هيدا على رئيس حكومة أكيد الكاردوكريدي تابعه أهم بكتير من بطاقة هويته اللبنانية وإذا كانت تيار الوطني الحر أول من سعى على المستوى السياسي لإيجاد حل لأزمة النزوح فتكتله النيابي كان الوحيد الذي أقدم على خطوات تشريعية متقدما بسلة من الاقتراحات مركزا على الخطوات التي تخذت على المستوى الحكومي والرئاسي في عهد رئيس عون تهمنا بالعنصرية على مدى سنين وسنين واسم الله عليهم قديش كتر العنصريين من وقته أهلا وسهلا لما كلهم بيطلعوا بهيدا القطار القطار الوطني ابتدايا من شهر أيلول رح نقوم بنشاطات على المستوى الدولي وبالتحديد أوروبي تعرفوني أنا رئيس جنة الصداقة اللبنانية الفرنسية وهناك تنصيق مع الكثير من النواب الزملاء بمختلف المجالس الوطنية وبالبرلمان الأوروبي وأولهم صديقي وحبيب قلبي كلكم شفتوه النائب تيري مارياني يلي كان له مواقف جريئة وصريحة بالمجلس الأوروبي بالبرلمان الأوروبي يلي رح نتواكب نحن ويسوى مع آخرين لنرفع هذا الملف بطريقة جدية مؤتمر مجلس قضاء جبيل في الطيار تخللته شهادات وجرتة حساب بلدية واختيارية وسط تجديد المشاركين على أهمية العمل البلدي والاختياري المشترك لأن التيار لن يستكين قبل عودة كل النازحين السوريين إلى بلدهم كل يعني كل انطلاقا من شعار لنبقى لازم يرجعوا أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن لبنان لا يمكن أن يكون لا مصدرا ولا ممرا لأي عمل يضر بلبنان وبأشقائه العرب وبدول العالم واشدد على أننا نسعى جاهدين لأي يعكس مطار بيروت الصورة المشرقة للبنان وكان ميقاتي قام صباح اليوم بجولة تفقدية في المطار بدعوة من وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال يرافقه وزراء الداخلية والصناعة والزراعة شملت الجولة مبنيي الشحن والركاب في المطار حيث اطلع على عمل أجهزة الكشف على حقائب الركاب في مبنى المغادرين وكذلك على عمل أجهزة الكشف على البضائع المعدة للتصدير نحن رغم كل المشاكل اللي عم نمرقفية ورغم كل المصاعب اللي عم نمرقفية عم نسعى جاهدين أن يكون مطار بيروت حقيقة الصورة المشرقة للبنان اليوم بهذه الجولة أنه يتفقد الهبل الألمانية بمبنى الجماريك اللي هي بيقوم بمنضوع سكانر لكل تصدير من لبنان وهذا سكانر هو ضقيق جداً بيكشف عن أي عملية تكون فيها ممنوعات بالإمكان بالخضار أو بأي عملية تصدير آخر وخاصة أيضاً نشوف كمان إذا فيه أي شيء من المتفجرات الموجودة بهذه البضائع المصدرة من لبنان لأنه هدفنا أنه نحن نكون حقيقةً التصدير عندنا تصدير سليم وأمين وهذا اللي عم نوعد فيه الدول العربية والدول الغربية بالذات أنه مطار بيروت مطار آمن من جهة أخرى كمان اتفقدنا موضوع الحقائب والحقائب اللي تطلع من مطار بيروت وشفنا كمان المكانات والآليات الجديدة اللي وضعت قيد التنفيذ اللي هي رفعت النسبة المراقبة من 500 حقيبة بالساعة إلى 1200 حقيبة بالساعة اللي هي كمان معدل جيد جداً وكيف يتم عملية مراقبة كل هذه الحقائب المغادرة لبنان نحن بمبنى الشحن فيه ثلاثة عنابر للتصدير العنبر الأول هو الميك موجود فيه ثلاثة سكانرات من أحدث الملدلات ووفقاً للمعايير العالمية إضافة إلى أدوات اتنين لاستكشاف المتفجرات أو المخدرات عنبر التصدير اللات في سكانرات اتنين كمان نفس الشيء من أحدث المعايير وسكانر للمتفجرات والمخدرات وأضفي لذلك الـ DHL أضف DHL كمان فيه اسكانرات اتنين وأيلي لاكتشاف المخدرات أو المتفجرات أضفي إلى ذلك مبنى الركاب بالمطار بهبة من الشرطة الفيدرالية الألمانية للمدرية العامة للطيران المدني نحن اليوم بـ 15 حزيران حكينا أول العام أنه وصلتنا بهبة بـ 15 حزيران تم الانتهاء من تركيب الأربع اسكانرات من أحدث الموديلات الموجودة بمعظم مطارات العالم اللي هي ميلة الشرق اسكانرات اتنين وميلة الغربي اسكانرات اتنين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات نظمت جمعية سيدة الأمل بالتعاون مع بلدية الحدد سبني حارط البطم مسيرة تخللتها محطات طوعوية عدة تحت عنوان المخدرات مش إلك المسيرة الحاشدة انطلقت من مدخل الحدد وصولا إلى ساحة القديسة بربارة وفي الختم ألقى رئيس البلدية جورج إدوار عون كلمة شدد فيها على أن التوعية من خطر المخدرات جزء أساسي من الحرب الكبرى ضدها ووجه نداء إلى الشباب والطلاب قائلا إياكم ثم إياكم من التجربة القاتلة للمخدرات اذهبوا وانخرطوا في الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وانكبوا أولا على تحصيلكم العلمي وتابع رئيس البلدية بالقول مهما فعلنا وأطلقنا من مبادرات نبقى مقصرين في معركتنا وحربنا ضد آفة المخدرات فكري وأقلبي مع العائلات التي تعاني بصمت والصبر ومع المدمنين أيضا فلهم ولعائلاتهم وأحبائهم أصلي وأطلب لهم الخلاص بالإيمان والرجاء والإرادة قدرنا الله أن نبقى يدا واحدا وقلبا واحدا لأجل مجتمع نظيف وخال من المخدرات فاصل أول نعود بعدها أهلا بكم من جديد في تاريخ اليوم العماد ميشيل عون قائدا للجيش 23 حزيران 1984 يوم مفصلة بتاريخ الجيش اللبناني ولبنان فبعد سنوات التفكك يلي بدأت بالعام 1975 وإثر البطولات يلي سجل اللواء التامن بإيادته بسوق الغرب بأيلول 1983 وبفعل التطورات السياسية الداخلية قامت حكومة الوحدة الوطنية اللي ترأس رشيد كرامي على عهد أمين الجميل بتاعيين العماد ميشيل عون قائدا للجيش وقد استمر بهذا الموقع حتى عملية 13-21-1990 بعد ما تولى منذ العام 1988 رئاسة حكومة انتقالية بظل الفراغ الرئاسي واليوم صدر عن لجنة الأعلام وتواصل في التيار الوطني الحر بيان جاء فيه تتوالى في بعض وسائل الأعلام عشرات المقالات والتعليقات التي تتصل بالشؤون الداخلية للتيار وآخرها منشتات وردت في صحيفة لوريون لجور قبل يومين وفي جريدة الأخبار اليوم وبناء عليها أكدت اللجنة عدم صحة أو دقة هذه المعلومات الصادرة عن جهات ليست ذات مرجعية في التيار وهي تهدف إلى زرع البلبلة حول التيار لغايات سياسية أصبحت معلومة وتمنت اللجنة على وسائل الأعلام احتراما لمصدقيتها وصدقيتها ألا تأخذ بهذه الأخبار طالما أنها لم تصدر عن قيادة التيار وذلك تجنبا لتكرارين فيها توقف مصدر مصرفي مطلع عند الانتقادات والاتهامات التي توجه إلى جمعيات المصارف معتبرا أن جلها يقفز فوق الحقائق والمسار التاريخي لإدارة السلطة السياسية للواقع المالي غافلا عن قصد الاستدانة المستدامة والإنفاق غير المجد والتوظيف العشوائي والصفقات بالتراضي والتسيب والهدر وذكر المصدر بمواقف الجمعية منذ حادثة الرئيس السابق الدكتور فرانسو باسيل عام 2014 ومطالبتها المستمرة بإقرار قانون الكابيتل كونترول ورفضها مبدأ تصفية الودائع ومناشدتها السلطة عدم الامتناع عن سداد مستحقات اليوروبونز وأعلنت تحملها مسؤولياتها داعية المتعاطين إلى الترفع عن الشعبوية وإلى توزيع المسؤوليات على الجميع بحسب مسؤولياتهم ليعرف الشعب من ارتكب الخطيئ الكبرى بحقه فاصل ثاني من الأوتي في نواصل النشرة أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجماع تام من أجل إصلاح عميق للنظام المالي العالمي ليصبح أكثر فعالية وأنصافا وأكثر تكيفا مع عالم اليوم وذلك في ختام قمة باريس التي جمعت على مدى يومين نحو أربعين رئيس دولة وحكومة وشدد ماكرون على أنه يجب أن نباشر العمل منذ الآن معلنا عقد اجتماع متابع في باريس بعد سنتين حول هذا الإجماع الجديد لامتلاك أسلحة مالية أفضل لمكافحة الفقر والاحترار المناخي أسقط السلاح الجو الأوكراني 13 صاروخ كروز روسيا كانت تستهدف مدرجا عسكريا غرب البلاد وأفد السلاح الجو عبر تيليجرام بأن الدفاعات الجوية دمرت كل الصواريخ مضيفا أن هذه المرة كان الهجوم يستهدف مدرجا عسكريا وكثفت روسيا منذ أيار قصفها الليلية على أوكرانيا بمسيرات مفخخة وصواريخ فيما باشرت أوكرانيا هجومها المضاد على المناطق التي تحتلها القوات الروسية في الشرقي والجنوب دعت الولايات المتحدة والهند في بيان المشترك باكستان إلى اتخاذ إجراءات فورية حتى لا تستخدم أراضيها قاعدة للمتطرفين لشن هجمات وادن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي بشدة الإرهاب عبر الحدود مع دعوة باكستان إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم استخدام أي جزء من الأراضي الواقعة تحت سيطرتها لشن هجمات إرهابية حسب ما جاء في البيان الصادر بعد لقائهما في البيت الأبيض أخبار الرياضة مع إلي نصار نظم الاتحاد اللبناني للترياتلون بالتعاون مع نادي عمشيت بطولة لبنان للأكواتلون يعني سباحة وركض على شاطئ عمشيت بمشاركة أكتر من 150 مشارك توزعوا على مختلف الفئات السباق انطلق من ميناء الصيادين بعمشيت نحو بولفار الرئيس ميشيل سليمان والعودة لنقطة الوصول وبالنتائج عند الرجال ربح على الزعبة من الجيش قدام أحمد شمص من انتر لبنان والنقيب علي عيسائي من الجيش عند السيدات ربحة لينسي نادر من نادي بروفيت قدام رامونا خليفة نادي أليت وكريستال فغالي انتر لبنان سبق البدل ربحه السنائي علي عز الدين وفاتريك بوبوتروس وهو فريق الجيش A قدام لويس داغر وجور سلمان فريق الجيش B وابراهيم ترحيني وإدجار نمير من نادي أليت عند السيدات بالسنائي ربح سحر أبو الحسن وناتالي فيات شارالي من نادي ستامينة قدام ناديا نعمة وليا شباني أليت بروفيت وسمر أبو خزام ولمع عريضة من ران توريس بالمركز الثالث عند صغار ربح محمد عائل من أوشن أكاديمي قدام حمزة غصن من بروفيت وآدم حجازة من أوشن أكاديمي عند الصغيرات ربحة سارة جعجع من انتر لبنان قدام راما حمدين من أوشن أكاديمي ولولوى سعودة من نادي بروفيت بنهاية السباق وزع نائب رئيس اتحاد الترياتلون ألام بجاني والأمين العام أحمد خليفة وأعضاء اللجنة الإدارية لنادي عمشيت الكؤوس والميداليات على الفائزات والفائزين وشكر رئيس نادي عمشيت يوسف غطاص للصيفة تعاونية الصيادين بمينة عمشيت وبلدية عمشيت على تسهيل إقامة النشاط بالبلدة كما وجه التحية للاتحاد اللبناني للترياتلون على تعاونه وتنظيمه لها النشاط بعمشيت وشدد على تعاون نادي عمشيت لا إقامة أي نشاط بساهم بتطوير الرياضة وتنمية الحركة بقضاء جبال اختتمت بطولة نادي سانيلانت زحلة بالتنيس لفئة فوق 35 سنة يلي أقيمت برعاية XXL ومشاركة نخبة من اللاعبين منها الفئة بحضور محبي اللعب بزحلة والبقاء واعتمدت بالمباراة النهائية تقنية عين السقر لأول مرة بلبنان والمنطقة بالمباراة النهائية للدورة ربيح محمد عطايا المصنف أول و34 حسب نظام الاتحاد الدولي على بيتر بوعون المصنف أول بفئة فوق 45 سنة ستة واحد وستة ثلاثة بالختم شكر رئيس النادي المهندس وسيم السيئلة اللاعبين المشاركين وشكر أيضا جميع الرعاة وعلى راسهم ميشيل أبي رميا كما كرم سيئلة اللاعب بيتر بوعون على أنجزاته بعالم التانيس حيث كان بطل لبنان باللعب لفئة الأدامة وبطل لبنان بلعبة سكووش كما شكر سيئلة الحكم يلي بيمتاز بأسلوبه الطريف المهندس ربيع سكيف ووعد بتنظيم بطولة تاني بتبلش قريبا لا تكريم جميع اللاعبين إلى الأحوال الجوية مع نرمين مصر الخير طال الصيف حار نسبيا وعالي رطوبة عم بيسيطر على أجوائنا بيستمر للتانين بحيث بتعود درجات الحرارة ما تدليل الأسبوع الآدم إذن جاونا لبكرة قليل الغيوم وكيف رح تسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا نبدأ مع عكار اللي عم تسجل 32 درجة ترابلوس 34 العاصمة بيروت 32 درجة وصور أيضا 38 ننتقل إلى عبالبك اللي عم تسجل 32 اللقلو 22 زحلة 33 نوار جزين 30 درجة نسبة رطوبة ساحلة بتوصل لـ 80% الريح السطحية بتتراوح سراتها بين 10 و 30 كم بالساعة أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج إذن شوية الأجوال بانتظارنا للأيام القادمة لسا بجاونا قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة حيث تخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما بيزيد الشعور بالحر أما الحرارة بتسجل ساحلا 33 درجة للأحد جاونا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة كما بتشكل الضباب أحيانا على المرتفعات أما الحرارة ساحلا فبتسجل 32 درجة للأثنين والثلاثة جاونا غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافة بدرجات الحرارة والتي بتعود إلى معدلاتها الموسمية وبتسجل 32 إلى 29 درجة لنهار الثلاثة وصلنا لختم صفحة الأحوال الجوية للليلة بدي أتمنى لكم نهاية أسبوع ممتعة كيف ما أررتوا تمضوها تصبحوا على خير وبهذا نصل إلى حتم هذه النشرة للمزيد تابعونا عبر موقع otv.com.lb وعبر موقع التواصل يوتيوب، تويتر، فيسبوك، انستغرام، وتيك توك شكرا للمتابع والإصغاء إلى اللقاء شكرا للمشاهدة